السلام عليكم الموضوع اللي أكلم فيه النهاردة موضوع يهم كل أب وكل أم بتربي يهم كل مدرس وكل مدرسة بتربي وبتعلم طبعا كلنا بنسمع عن اللاعب المصري محمد صلاح اللي هو وجهة مشرفة للمصريين والعرب أجمعين في جميع أنحاء الدنيا غزى اللاعب وقلوبها العباد في شتى البلاد بحسن خلقه وبكريم صفاتي لكن مهم جدا لازم نقف ونعمل نقطة نظام لو جيت سألت كل أبناء الجيل ده يا ابن تعالى نفسك في نفسك بقى محمد صلاح علشان كده أنا محتاج أقول كلمتين لازم كل أب وكل أم يقولوهم لولادهم ولازم المدرس والمدرسة يأسسوا الكلام ده في حقول ولادنا في قلب الفصول لو افترضنا أن في مليون واحد مشي في طريق محمد صلاح كم واحد وصل لشهرة محمد صلاح كم واحد وصل لنجومية محمد صلاح كم واحد حقق اللي حققوا محمد صلاح هتلاقي واحد في المليون والسؤال الأهم ولو افترضنا أن في مليون مشي في طريق الكتاب والمذاكرة فكم واحد وصل من طريق العلم ومن طريق النور ومن طريق المعرفة ومن طريقي الكتاب هتلاقي على الأقل مئة ألف من المليون يعني النسبة يا سادة ما ينفعش يبقى بينها مقارنة خالص يعني في النهاية القضية مش قضية شهرة ولا قضية فلوس ولا قضية انت اسمك ايه بقدر ما قضية انت سبت نفع للبلاد والعباد ايه اسأل كده من غير ما نزعل ونعارف أن أنا هلاقي هجوم شنيع بعد الفيديو ده بس أنا محتاسب لله أنا بحب محمد صلاح ومش لعيب كرة مش بنفس عليه ولا حاجة أبدا أنا بحب محمد صلاح بأخلاقه بكريم صفاته غزى البلاد بأخلاقه وبكريم صفاته جعل للعربي اسما وجعل لنفسه مجدا لكن السؤال لما نحط محمد صلاح والدكتور أحمد زوين ولما نحط محمد صلاح والدكتور مجدي عقوب ولما نحط محمد صلاح والأديب الراحل طه حسين ولما نحط محمد صلاح والأديب نجيب محفوظ ولما نحط محمد صلاح وغيرهم من العلماء الأفاضل الذين أسروا الحياة العلمية والمعرفية والاجتماعية في مصر والعالم العربي وغير العربي أنا بقولي الكلام ده ليه مش حقد على محمد صلاح زي ما ناس هتفسروا ولغيره أبدا أسأل الله أن يزيده من فضلي وأن يعلي من شأني وأن يزيده كلما زاد في الخير وأن يحفظ عليه هدوءه واستقراره اللهم أمين لكن أنا بقولك الكلام ده علشان تغرس في نفس ابنك ده أن الهدف مش أن أنت توصل زي ما وصل محمد صلاح من طريق محمد صلاح لا إنما الهدف أن أنت ممكن توصل وتبقى أحسن من محمد صلاح من غير الطريق اللي وصل منه محمد صلاح مهم نقطة كبيرة جدا لازم تقولها لابنك قد يكون بعض الدعاء مشهورين الناس عرفاهم والناس بتشاور عليهم مش معنى كده أن الدعاء دول هم خيروا أهل الأرض ولا هم أعلم أهل الأرض لا ده فيه غيرهم أعلم منهم مليار ألف مرة بس محدش يعرفهم ولا حدش سنح ليهم الفرصة أن هم يقفوا ويظهروا وبقولك الكلام ده ليه علشان تعلم ابنك مبدأ مهم جدا ربنا ذكروا في القرآن الكريم اسمع كده ربنا بيقول حضرة النبي الأمين بيقوله إيه وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ سَتَكْلِيمًا ركز كده كام عدد الأنبياء والرسل مية خمسة وعشرين ألف نبي ورسول يا عم الشيخ انت غلطت يبدو معلش يامان تجي لا 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 بجد هو العدد صح مية خمسة وعشرين ألف نبي ورسول جاء ذكره خمسة وعشرين في القرآن الكريم والباقي بعضهم نعرفهم من خلال حديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء والبعض الآخر لا ندري عنه شيء ليه؟ لأن ربنا قال للنبي كده صلى الله عليه وسلم قال له وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ والعبرة ان انت مش مهم تكون مشهور بين الناس ولا بيشاروا اليك بالبنان انما العبرة ان تكون مشهور في السماء وكم من مغمور في الارض مشهور في السماء ياريت نعلم ولادنا ان الكتاب هو وسيلة مضمونة جدا للوصول الى قمم السحاب وانه مهما تطاول غير الناس من غير ابواب الكتاب فلن يفلحه وان افلحه ففلحهم لوقت بسيط انا بقول لك الكلام ده ليه وجبت لك نموذج مشرف ليه علشان ابنك لما يكلمك في النمازج الغير مشرفة تعرف ترد عنيه وفي النهاية اسأل ربنا التوفيق لللاعب المصري محمد صلاح واسأل ربنا ان هو يحفظ عليه صحته ويحفظ عليه اسلامه ويحفظ عليه ايمانه ويحفظ عليه خيره وان يجعله خيرا مما نظن وان يغفر له ما لا نعلم وما لا ندري لكن رسالة حبيت ابرئ بها ذمتي امام الله سبحانه وتعالى حتى ندرسها لابنائنا وحتى نعلمها لشبابنا علشان يفهموا اين الطريق ومن اين السبيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم